الموفق يا أخوان من سار إلى الله عز وجل في أول حياته وأول السير يقظة السعيد هو من دل على الله عز وجل في أول حياته فإذا رأيت الله عز وجل يلقي في قلبك إقبالا عليه وأنت شاب وأنت طفل وأنت في متوسط الحياة فعلا بأنه يراد بك الخير فما عليك إلا أن تنهض وتنهض همتك في هذا الدرب وهذا الطريق وإذا فاتك من هذا الطريق ما فاتك وتنبهت فأسرع لتلحق من سبقك في هذا الدرب والمخذول من تنبه في ساعة موته فرعون قال الله تعالى عنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين استيقظ حينما لا ينفع اليقظة تنبه حينما لا ينفع التنبه الملائكة تقول له آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون في لهو في لعب في أكل في شراب في طعام في لباس في زواج في إنجاب لكنهم يغفلون عن السير إلى الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر